السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في هذا الفيديو سنرى الامبوكسين أو ما يسمى بالضيبالاج ديال الميكروفون انتي يوسبي ما يوسلكم هذا الباك هذا كتفتحه كتلقى في الداخل دياله مغطي بواحد لاموس من الفوق على يدي كتلقى دوب بارتي هذا الجلس الأول والجزء الثاني الجزء الأول فيه واحد 3P يمكن تضع عليه الميكروفون وتشجل لو كتفه قبيره أو لا تضعه في بلاسة يأتي معه كذلك واحد الكابل في 6 متر يربط الميكروفون مع الأورديناتور تم باليوسبي كذلك يأتي معه هذه البوشيطة الكوير إذا فتحتها سألقى واحد الكوتيب صغير طريقة للإستعمال وتعريف ديال الميكروفون مع هذا السيكر هذا ديال I love the road ويجب أن تلصقه شي حاجة لو كتفه خارج مثلا تشجل في شي بلاسة بلا المنزل ولا بلا السوديو ممكن تضعه معك هذا التروس الكوير هذه ديال لا قارنطي في الجزء الثاني كيه الميكروفون اللي هم من الشدة دياله كتحسب أنه ميكروفون ديال صراحة ديال السوديو أي عنده جودة عالية سنحيدو هذا الموس هذا الموس يجب أن تشوفوا الأجزاء اللي كيتكون مع الميكروفون كيه الانتي بوب وكينين اللي بوتان ماهو مادو وكينين كتدير الكاسك ديال كلابودي تسمع التشجل هذا هو الانتي بوب اللي كيمنع اللي بلوزي في دخل أي ديال الصوت اللي كيدخل مثلا ديال 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 ميكروفون ايه العالم المشهور ديال رود ايه كتعني نقص كي تجيب الانتي بوب ونفاس معه وتشجل وكدوم الأجزاء اللي كينين اللي كيبودي تزفيع الميكروفون اللي كيبودي تزفيع الكابل الستميتر طويلة بوتيتشجل مثلا المنزل وتبع أدوي له هادي كتدخل فible وكذلك تدخل في ميكروفون هدوما رئيوس ديال الكابل يجي كذلك مع التريبي اللي كي تركب في الميكروفون مستخد يمكن تحت فوق البيرو وتبدأ تأتي إضافة لهذه الكتاب الصغير يفعل شيء شروحات إذا أريد أن تقرأ شوي على الميكروفون والطريقة دياله البراماتر الكونفيقراشيون الآن سأتي على الميكروفون ستكون من ثلاثة البياسات كين هادي يجمع الانتيبوب مع الميكروفون وتلصق الستاند ولا ذاك البراماتر هذا الانتيبوب سنعمل البلاستيكو من الحديد ميكروفون تكون من أجساء هذه البطونة تعدو كين هنجوج زيادة على فين كيدر الصوت هذا العلامة للرد يجب أن تركب الانتيبوب سنجي أفضل معها ويجب أن تشجع هذه البطونة تبالانسي بالPSC تسمع ماذا في الPSC أو تسمع ماذا تشجع ما تشجع الثاني الانتيبوب يجب أن تركب الانتيبوب تلصق لك الPSC التي قلنا الثانية تسمى الستاند هذا الستاند تركب الميكروفون مع الانتيبوب وتركب كذلك هي تركب كذلك مع البرام أي الارم الثانية التي تكون لاصقة مثلا في البرو لكي تقرب الميكروفون ويجب أن تشجع ويجب أن تنسى العلامة الذهبية للرد يجب أن تصمع هذا هو الميكروفون كما تشاهده تعرض ويجب أن تنسطل لكي تنسطل لكي تشاهد على البطنة زر القراءة يجب أنه قابل ويجب أن يشجل لكي تبدأ تشجل أتمنى الفيديو أعجبكم إن شاء الله ونهار ترجع لها أعين عندي شوية صوت ندير إن شاء الله تيطوريالات ودروس خاصة بتحسين الصوت ومعالجات ذك الضوضاء ولكي تمان نويز إلى أبارة